السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الأعزاء طلاب الصف الثاني السنوي حباب قلب المحترمين يا رب تكونوا بخير كده وسحة وسلامة فيديو سريع كده أبطال بنعرفك بيه إن شاء الله المحتوى بتاع المنصة اللي إن شاء الله هنبدأ فيه بدءا من يوم الأحد القادم حيب قلبي اللي كان بيسأل احنا هنبدأ امتع المنصة نظام شؤولنا هيكون عامل ازاي طبعا الناس اللي كانت معنا في الترمي الأول عارفة النظام والناس اللي ما كانتش معنا وحبا هتشارك معنا أدينا بنعرفك إن شاء الله إن الكورس بتاع الشهر الأولاني بدأ طب أولا يا جماعة إن شاء الله أول محاضرة في الكورس زي ما احنا أكدنا انت بينزلك كل أسبوع محاضرة موضتها حوالي ساعتين تقريبا المحاضرة دي إن شاء الله بتنزل كل يوم حد في تمام الساعة السابعة مساء بينزلك المحاضرة زي ما انت عارف وبعد المحاضرة بينزلك واجب وبينزلك كوز امتحان على المحاضرة طبعا بينزلك المحاضرة فيديو الشرح بعد كده الواجب فيديو حل الواجب الكويز والفيديو بتاع حل الكويز دول الخمس حاجات اللي بينزلوا عطول كل اسبوع طيب بالنسبة للكورس بتاع الشهر ده جماعة في الاربع سبيع عندنا ان شاء الله اربع محاضرات الاسبوع الاول ان شاء الله اللي هو زي ما احنا قلنا اول اسبوع او اول محاضرة بنشرح حاجة اسمها اول باب عندنا اصلا بتكلم عن حاجة اسمها الاتحاد الكميائي والروابط بنشرح حاجة اسمها نموذج لويس النقطي وحاجة اسمها الرابطة العيونية ومقدمة عن الرابطة التساهمية في الإسبوع الثاني إن شاء الله بنشرح حاجة اسمها نظريتين في تفسير الرابطة التساهمية عندنا حاجة اسمها نظريت السومانيات وحاجة اسمها نظريت تنفر الأزواج بعد كده حبيب قلبي في الإسبوع الثالث عندنا آخر حاجة في الرابطة التساهمية وبقى خلصنا الرابطة التساهمية خالص ودي أطول حاجة عندنا أصلا في الباب أما في الإسبوع الرابع يا بطل فبنعمل لك مراجعة شاملة على الثلاث محاضرات دول وبكده حبيب قال بيبقى في الجزء الأولاني أو في الشهر ده أنت عندك أربع محاضرات كلهم بيتكلموا عن الجزء الخاص بالباب الأول وكده يبقى إن شاء الله في أول الكرسي جديد هنبقى إن شاء الله بدأنا في آخر يعني أول محاضرة في الكرسي جديد بإذن الله هتكون هي آخر محاضرة في الباب يعني حضرتك مطلوب منك تجهز كده يا بطل وتستعد إن شاء الله وتفعل الكرسي بتاعك وتنتظر أول محاضرة إن شاء الله يوم الحد القادم منبه تاني إن المذكرة بتاعتك كمان أصبحت متوفرة للشحنة على بوك بي وبوك ستور وبإذن الله هتكون موجودة في المنافذ بإذن الله بالكتير قوي على يوم السبت الجاي يعني في خلال يومين ثلاثة هتلاقي المذكرة موجودة يعني قبل ما أول محاضرة تنزل تقدر تحصل على المذكرة من خلال بوك ستور أو بوك بي وتقدر لو فيه منفذ قريب منك تقدر إنك تحصل على المذكرة بتاعتك وتبدأ معانا واحدة واحدة بطل بدون أي تركمات بإذن الله إن شاء الله يكون ترمي سهل وبسيط عليكم واخد بالك حبيب قلبي كتير جدا من المعلومات اللي هتأخذها إن شاء الله في الترمي التاني برضو ليها علاقة بتالتة سنوي فما تأثرش في أي حاجة عشان إن شاء الله أنت بتبني بناء البناء ده بيبدأ معك من أولى وتانية وبإذن الله ربنا يكرمك وبتحصل نتيجة تعبك في السنة الثالثة مع تكملة مجهودك إن شاء الله واحدة واحدة نشد حلنا ونتهد وبإذن الله إن شاء الله ربنا يوفق لكل خير أشوفكم دايما على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته